السلام عليكم ازيكم اذا كتر عاملين ايه بذن الله هنشرح مع بعض النهاردة التوتوريال الرابع بعنوان understand calculation of statistical values المفروض التوتوريال ده بيكون عبارة عن ايه عبارة عن تطبيق بس على المحاضرة الخامسة وساتة هنقول ايه يعني احنا هيبع بارة عن امثلة هنحلها تمام بس قبل من حل الامثلة دي مسلا هندي يعني ايه زي معلومة بسيطة كده عن الحاجة اللي احنا هنحل عليها تمام باحنا نبدأ مع بعض كده باول حاجة اه الانواع ال data ال data عندي بتكون نوعين يا اما يا اما عندي constant data يعني data sapta constant يا اما عندي variable data constant data دي دي بتكون عبارة عن data sapta بقدرش اغير فيها تمام ودي مش بتكون محل دراسة ليه اصلا ال constant data دي زي مسلا ايه اه عدد عيوني مسلا هم اتنين حاجة سابتة مش بتتغير يعني 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 مسلا مش ببقى عندنا يعني انه عند شخص تاني تلت عيون مسلا لا هي بتبقى حاجة سابتة مش بتكون محل دراسة ليه اللي هبدأ ادرسها اللي هي ال data اللي هي ال variable تمام فهنبدأ شوف كده مع بعض انواع ال data اللي هي ال variable هو مقسمها للنوعين مقسم لي اللي هي ال variable data ديت الى categorical او qualitative و numerical او quantitative categorical او qualitative qualitative يعني كمي او كيفي كمي او كيفي يعني ايه يعني دلوقتي ال data دي ما بيكونش فيها اي ارقام يعني ما فيش اي ارقام خالص لكن numerical او quantitative من اسمها numerical يعني عدد يعني ال data دي بيكون فيها ارقام هندي هندي كده مثال مع بعض على ال categorical او qualitative و numerical او quantitative categorical او qualitative زي مثلا ايه زي عندي مثلا لما اجي اوصف مثلا الجندر الجندر مثلا ميل وفي ميل دي ما فهيش اي ارقام numerical مثلا او quantitative زي مثلا عدد السرائر مثلا في المستشفى عدد الطلاب اللي بتحضر في المحاضرة في المضارة وهكذا بيكون فيها اعداد فاحنا كده عرفنا الفرق ما بين categorical اللي هو qualitative او numerical اللي هو quantitative بعد كده رجع اسم لي ايه رجع اسم لي categorical او qualitative دي الى nominal و ordinal ordinal من اسمها فيه order يعني فيه ترتيب تمام يبقى لو ال data دي بتديني فيها levels او فيها ترتيبي بسميها اي بسميها ordinal لو ما فيش فيها اي ترتيب بسميها nominal يبقى ال categorical احنا قلنا اللي دي ما بباش فيها اي ارقام بيقسمها هنا للحاكتاني اما nominal اما ordinal النومنال دي ما بيكونش فيها اي ترتيب لكن ال ordinal دي بيكون فيها ترتيب ام بقسم لي تحت هنا numerical او quantitative الى حاكتاني اما continuous اما discrete احنا قلنا ال quantitative دي اصلا بتكون عبارة عن اعداد او ارقام فما اسمها لي الى continuous continuous دي يعني بيكون فيها fraction او فيها فيها كسور يعني continuous فيها تحس اللي فيها حرف كف كده ففيها كسور اما الدسكرت ديت ما بيكونش فيها اي كسور بتكون برعا اعداد صحيحة يبقى نعيده تاني للسلايد دي احنا قلنا اللي الدات عبارة عن اعبارة عن constant data و variable data ال variable data دي بتكون حاكتان ياما categorical اللي هي qualitative يعني ما فيهاش اي ارقام ياما فيها ارقام نهيئة numerical او quantitative ورجع على السملة تاني ال qualitative ديت الى حاكتان nominal و ordinal يعني فيها ترتيب فيها levels كده بقسمها زي مثلا stages بتاعتها بتاعت مرض معين nominal زي مثلا ايه الميل والفيميل الجندر يعني انه دي حاجة ما بيكونش فيها اي ترتيب لكن ال numerical اللي فيها ارقام بقسمها لحاكتاني اما continuous ياما discrete continuous من اسمها بتحس اللي فيها حرف كف كده يبدي فيها كسور لكن discrete دي بعبارة عن ارقام صحيح. في تأسيمة تانية برضو ليه ال variable data ديت احنا قلنا اللي هي categorical و numerical. هو زي ما هو اسمها هنا اهو كاتب لي ايه كاتب لي اللي هي nominal زي او او زي مثلا فيه اهو فيه اردل. اما ال numerical هنا اسمها لي على حسب ايه? على حسب حاجة اسمها المجور منت اسكيل اللي هي حاجة اسمها true zero فمفروض اعتقدها يعني في المحاضرة اللي هي الخمسة. ترو زيرو يعني ايه? يعني المفروض في قيم اه قلت true zero true zero دي يعني الحاجة اللي هي عند الصفر في ما فوق فهو قال لي الحاجة اللي بتشتغل على الصفر في ما فوق بسمها ratio اما لو حاجة no true zero يعني بتشتغل على ايه بتشتغل على بتشتغل على القيم اللي هي تحت تحت Celexc dealer بتكون بالماينس زي الانتربل كده اللي هي ايه درجة الحرارة. فهو دي تقسمها تانية برضو للداتا. يبدأ تقسمها. قسمها فو. الى و نيوميريكل. احنا هنا نومنال و اردنال. اردنال فها ترتيب نومنال ما فاش ترتيب. اللي هي في ارقام قسمها الحكتين فها كافة هوي بفها كسور و ما فاش كسور. اه وقسمها لي على حسب هتخضوه في المحاضرة الخمسة. المفروض الكاتيجوريك الدا تا و نيوميريكل دا تا زي التقسمها اللي فوق. بس اقل هنا ايه و نيوميريكل دا تا دي هنقسمها الى انتربال و ريشيو. على حسب حاجة اسمها الـ true zero. ترو زيرو دي يعني ايه. يعني انا لو خدت لصفر فيما فوق القيم اللي فوقه يبدأ بيسمهاokay. لو انا خدت لو انا خدت القيم اللي هي تحت الصفر وكده يبدأ اسمها 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 انتربال. اللي هي هيعتبر هيعتبر بتعبر عن الديتها اللي بتكون موجودة بالماينس. هنبدأ لدي كترة انحل الامثالة اللي موجودة عندي هنبدأ كده انحلة مع بعض يا تكترة الامثالة اللي عنده هو بيقول لي هنا الليemer ده يعتبر نوح الداتة بتاعته ايه? الجندر ده هل في رقم ولا مفهوش رقم مافهوش رقم يبقى مفهوش رقم يبقى ده كواليتيتيف. الجندر ده في ترتيب ولا لا مفهوش ترتيب بل مفروض ده كواليتيتيف نومينال. تمام؟ بالنسبة للديسيز ستيجينج ستيجينج يعني فيه ليبلز اه وفيه ترتيب آآ يبقى يبقى كواليتيتف برضو بدن بدن فيها ترتيب يبقى دي اردنات الهايط فيه ارقام والارقام دي بيكون فيها كسور مدام فيها ارقام يبقى قولها كوانتيتف فيها كسور احنا قلنا فيها حرف الكاف يبقى كونتينوس المارتال استيتوس دلوقتي دي اللي هي آآ هل الشخصة مثلا اه مفروض ديت اه بتكون اه بتكون عبارة عن اه حاجة ما فيهاش ارقام مدام ما فيهاش ارقام يبقى كواليتيتف فيها ترتيب ولا حاجة لاما فاش ترتيب يدي نومنال الاربيسيز هنا اصدو earning لو عدد الماربيسيز يعني عدد يبقى يا spoke Cos هل بتكون اه فيها كسور ولا ما فاش كسورها طبعا ما فاش كسور يبقى ايه? فهو كاتب له بيكون بيكون اردنا الهايت بيكون اه كوانتتات الهايت هتبقى اه كوانتتاتف ديسكرت هنشوف مع بعض كده ده كترة الامسلة اللي بعد دي بيقول لي هنا البادي ويت البادي ويت نوع الداتة بتاعته ايه البادي ويت يعني انا بعبر عنه بعدد يبقى دي كوانتتاتف والويت ده بيكون ايه بيكون فيكسور ولا لا مدام فيكسور يبقى كنتونوس يبقى ايه ده نوع ده هنا ايه هتبقى كوانتتاتف كنتينوس البن ليفل البن ليفل بعبر عنه بعدد لما بعبرش عنه بعدد يبقى دي على طول ايه هتبقى كوالتاتف وليفل يعني انا برتبه هو يبقى دي اوردنا يبقى دي هتبقى كوالتاتف اوردنات منصلي انكم اللي هو الداخل الدخل ده آآ دخل الشخص ده بعبر عنه بعدد فما ده بعبر عادل انه بعدد يبه ده ايه هيبه ده هل في كسور ولا لأ يبقى في كسور عادي يبقى ده يبقى كونتوتاتف كونتينوز بعبر عنه بعدد ولا لا لا مش بعبر عنه بعدد ده يعتبر ده مكان اصلا فبعبر عنه ايه بحاجة كمية هل هو فيه ترتيب ولا لأ ما فيه ترتيب بيباديه على طول يباقى. الجندر بردو بتبقى ايه? بتبقى بتبقى. ما فيش فيها ارقام. آآ هل هي فيها ترتيب ولا لا مفيش ترتيب. بيباديه على طول ايه? نومنال. يباقى. نومنال. ننبر او زا تشيلدرن. ننبر او زا تشيلدرن دي بعبر عنها باي? بحاجة بحاجة بتكون ايه? بتكون ارقام. فالارقام دي هتبقى ونمبر هل فيها فيها بيبقى فيها كسور مسلا شفت مسلا طفل ونص ولا حاجة لأ فبالتالي هتكون ديسكرت في بديها هتبقى ايه هتبقى ديسكرت. آآ هنشوف كده اللي اجابت مع بعض هنا ما عبره هيبقى ترتيب هيبقى هيبقى عشان فيها ترتيب هيبقى عشان فيها كسور هيبقى اللي انا مش فيه ترتيب هيبقى والنبر هيبقى في تلات امثلة هنقولها مع بعض او او كزا مثال هنقوله مع بعض كده بس مش موجود في придумك بتاعت lei كالر. ده نوع Dieu بتاعته هيبقى الادا ودلوقتي مش بعبر عنه رقم فبالتالي هتكون قاعد متأتيب ولا قله هتبقى قوليته والآي قالر ده هيبقى في ترتيب ولا لأ ما فيهوش ترتيب. مدام ما فيهوش ترتيب يبقى دي هتبقى هيسته. يبقى الادئة في نو منات يبقى الاي قالب يكون بالنب بالهítيب نونت بالنسبة للبلد برجر ده بعبر عنه بعدد فده معدد يبديه كواليتاتف ولا كونتاتف هتبه كوانتاتف بلد بريجر بريجر العدد اللي انا بعبر عنه ده بيكون في كسر ولا لا مفوش كسر يبديه على طول ديسكرت يبديه كوانتاتف ديسكرت اما الدرجة الحرارة دي المفروض ايه المفروض بعبر عنها برقب فمدام مدام بعبر عنها برقب يبديه كواليتاتف ولا كوانتاتف هتبه كوانتاتف ما دم كونتوميتو عبر عنها بكسر ولا لا دم يعبر عنها بعلب بكسور يبدي كونتو بتاتيذ كونتونوس. اخر مسال معنا في طائب بتاع الدهandelاته حاجه تسمها الريي�ル سكيلز الريتنج سكيلز هنا مقسم هوهولي الىه habit وكود واكسلاند بور وجود واكسلاند هو دلوقتي انا عبرها عنه به عبرها عنه بحاجه كوالتيت�� يبدي كولوتيت 34 جسام بهيه في ترتيب يبقىags كونتواتيد الفريل يبقى المسال ده هيبقي ايجاب بتاعته هتبقى qualitative ordinal. نكمل مع بعضي دكاترا. المفروض الدتالي انا بجمعها دي بعمل لها presentation. البرزنتيشن ده اما عن طريق اللي انا بستخدم tables او graphs او عن طريق الماثيماتك سلية العمليات الحسابية. ففيه قبل ما نبدأ في الجزء اللي هو التاني من التوتوريال بتاعنا اللي هو الماثيماتك البرزنتيشن او داتا. لازم نعرف بعض ال definitions كده وناخد بالنا منها. هو دلوقتي بيقول لي فوق central measures. central measures يعني دلوقتي بيكون في قيمة بيتمركز عندها معظم القيم دي بسمها center center دي ده بحسبه ازاي بحسبه عن طريق المين او الميديان او المود او حاجة اسمها جيو جيو متريك مين. نبدأ مع بعض كده باول تعريف معنا اللي هو تعريف المين. المين ده اصلا عبارة عن رقم الرقم ده المفروض هو بيمثل الكونتينيوس او الديسكرت داتا. بجيبه ازاي بجيب المين ده عن طريق اللي انا بجمع بجيب مجموع الدتال اللي عندي واسمهم على عددهم. يبقى المين بيساوي مجموع القيم على عدده ما ينفعش خالص في المين استخدميه استخدم اللي هي مفاش أرقام ليهل قولت syntax. فبالتالي المين بيستخدام هي بيستخدم الي هو التقطة. بس تمام كده يبقى المين وفي لي اسمئة تانية المين ده ممكن اسمين مين يا اما حاجة تانية كاتبها لتحت هو اسم و اه البرماتيك. مين يعني المين هو هو الارثيميتك. يبقى الاشمة Lily في الامتحانilo هو هو السمبل المين هو هو تمام تعرف معانا تعريب يعني في عبارة للقيمة اللي بتكون موجودة في النص. بس بس لازم أكون مرتبة م belieت profound on its its organs سواء تصعودي أو تنازلي تمام لو كانت القيمة هي يعبر عنها يعني اوض نمبر يعني لو عدد الأرقام التي عندي عدد فردي باخد القيمة في النص لكن luck الأرقام لعندي رقم زوجي هو الهيب النمبر. المفروض باخد قامتي اللي عندي في النص والمفروض باجب ان يقيبه ما ياتني جمعه مؤسم مثلا على النص Bug بالنسبة للمود. المود ده معدل تقرار القيمة عندي. هشوفوا الكومة المتقررة واخدها. منقسمه مايوني مودل ياما باي مودل. ثالث حاجة معنا حاجة اسمها ايه? حاجة اسمها الجيومتريك مين. يعني ايه جيومتريك مين اللي هو المتوسط الهندسي. يعني المتوسط الهندسي ده. متوسط الهندسي ده اصلا ببناش نستخدمه دلوقتي يعني وبيجي عن طريق لانا باخد القيم دي واضربهم في بعض وبعد كده اخد الجازر. تمام? يبقى نقوله تاني. سنترال ميجورز عندي المين والميديان والمود والجيومتريك مين. المين ده مجموع القيم على عدتهم. الميديان ده المفروض ايه بيختلف يعني باخد القيمة اللي في النص بس بعد مرتبهم سواء تصاعدي او تنازلي. بيختلف هال عدد الارقام اللي عندي فردي ولا زوجي. لو فردي باخد القيمة اللي في النص عاد. لو زوجي المفروض باخد القيمة اللي في النص واتن ايه واتن جمعهم واسمهم على اثنين. تمام? اه المود بقى القيمة هي متقررة. الجيومتريك مين? الجيومتريك مين دي عبارة عن متوسط الهندسي وما بنشد استخدمه. آآ وباخده عن طريق لنا بجيب القيم واضربها في بعض وبعد كده اخد الجزر التربيعي بتاعه. احنا خدنا المين عرفنا معناه. الميدين عرفنا معناه. وهناف عرفنا يعني الارزماتيك كمين. آآ نيجي بقى لتعرف الرنج. الرنج دي الرنج يعني المدى. المدى بحسبه ازاي المدى بجيب اكبر قيمة ناقص اصغر قيمة. يبقى الرنج بحسبه ازاي بحسبه عن طريق لانا بجيب اكبر قيمة واترحها من الاصغر قيمة. نيجي بعد كده حاجة اسمها انتر كورتايل رنج. يعني ايه انتر كورتايل رنج دي هنجيب مع بعض كده شكل عشان يوضح لي الانتر كورتايل رنج. الشكل اللي عندي ده اسمه ايه? اسمه البوكس اند آآ ويسكر البوكس اند ويسكر بلوت ده عبارة عن ايه? السندوق والشوارد. ده عبارة عن شكل او جراف باستخدما عشان اعبر عن الـ Quantitative Data المفروض عندي ايه? كل حتة ديت بتمثل يعني بتمثل حاجة يعني زي ايه? زي هنا الجزء اللي هو الخط اللي هو بالعرض ده اللي هو الغامق ده ده باستخدما احنا قلنا يا دا كاترة قلنا يا دا كاترة الخط اللي في النص اللي هو اللي هو في الجراف ده اللي هو اسمه بوكس اند ويسكر المفروض الخط ده عبارة عن ايه? اللي هو الخط اللي هو فوق ده اللي هو ده. الخط ده ده بيعبر عن الميديا GTA ده بعبر عنه براقه مثلا كاتبهلي مثلا هنا ستة. هنا عندي الجزء اللي فوق ده والجزء اللي تحت ده الجزء اللي فوق ده باسميه حاجة اسمه الكورتي też والجزء الي تحت هنا من الباكس دا بسميه لوار كورتائل والجزء الفوده بسميه ماكسموم والجزء الي تحت دا بسميه maynimom قيد حول دا الانتر كورتائل رينج دا الانتر كورتائل رينج دا بيكون عباره عن الا ايهandi استندوق دا الي هي الجزء الي بيكون مبين الاور كورتائيل اندر وار كورتائل ووجه مثل بمثل خمسين في الميه من الابزر فيشنز تمام كده فهمناه يبال انترار طاير الانتر ده يكون عبر على عيش السندق ككل السندق كوله يعني كل اللي جوه السندق ده بسميه حاجة اسمه الانتر كورتاير رينج انتر كورتاير رينج ده بيمثل خمسين في المية من الوبزيفيشن. بني اجي بعد كده الستاندر دفياشن الستاندر دفياشن معناه ايه? معناه مادة بعد القيمة دي عن المين المتوسط لي chart القيمة اللي بيتمركز عندها result tills kulliah تمام? يبال بعد ده بعد القيمة عن المي. وكل لما كان ده قليل كل لما كانت القيمة دي قريبة من المي. تمام? بعد كده عندنا حاجة اسمها الجيومتريك مين? وإحنا قلناه اللي هو المتوسط الهندسي وبعد نستخدمه. وعبارة عن ايه اللي انا بجيب آآ بضرب القيمة في بعضها وبعد كده اخد الجازر. المود. المود ده القيمة اللي هي الاكثر تكرار. ماشي? فهو جايب لي هنا. جايب لي الاسئلة عبارة عن ايه? الامسالة جايب يعني اعجاب. هل هنا عبارة عن ايه? عبارة عن دفنيشن. والدفنيشن ده حط هل هو مين? ولا هل هو ميديان? ولا هل هو استاندر دفيشن? ولا انتر كورتايل رينج ولا ايه بالزبط. تمام? فهو بيقول لي هنا بيقول لي ادنج اب اول فاليوز انزي سيت اوبزيرفاشن اند دفايد انجزيس بايزا نمبر اففاليو انزا زات ست. يعني ايه بيقول لي اللي انا بجمع كل القيم اللي عندي واسمهم على عددهم. يبادي عبارة عن ايه? عبارة عن المي. تمام? بعد كده بيقول لي زا ميد الفاليو يعني القيمة اللي في النص. وانزا ده توزق الرنجد يعني ما يرتبها ان اردر اف صايز. يبادي ايه? يبا القيمة اللي ما بتكون موجودة في النص تبقى ايه? هتبقى دي الميديان. بعد ايه? بعد ما رتبها بها سواء تصعودي او تنازلي. بيقول لي زا رينج اوف that includes the middle of values. اللي كانت بتمثل خمسين في المية من الابزروفشن هتبقى الانتر كورتاير رينج. نشوف مع بعض الاجابات اهو كاتب لي اللي هو مجموعة القيمة على عددهم هي بالمين? القيمة اللي هي في النص تبقى بعد ما رتب سواء تصعودي او تنازلها بالميديان. بعد كده اللي بيمثل خمسين في المية من الابزروفشن هتبقى الانتر كورتاير رينج. جايب لي بعد كده مسائل اهو بيقول لي ايه? بيقول لي زا انكم افا ده ان في مكان كده بيقول لقيم بتاعتهم هيبقى 5 5 5 7 10 20 12 هو مجمعهم لكلهم 100 مية 155 مية خمسين ولكن احنا قلنا احنا قلنا ده كترا المجموعهم كان مجموعة مية اربعة وخمسين فو ما اطالب مني هنا حكتين طلب مني اجيب المين واجيب المهديا اجيب المين ازاي احنا قلنا قلنا للمين اللي مجموع القيم على عددهم فهجمع كل القيم دي اللي هو الخمسة والخمسة وال�חمسة والسبعة والعشر والعشرين والمية alredين هو جميع هم اللي انا جاهزينه هيب Pizza 154 على عددهم كام هو بادي لي سبعة يبقى مية اربعة وخمسين على سبعة هيطلع لقمية المية اما الميمias دي هرتب قيم وتصعدي او تنازلي آآ وبعد وبعد يجيب الكومي اللي في النس هو المفروض عددهم سبع يعني عدد فردي تمام فانا هنا رتبت اللي هي القيم اصلا جاي مترتبة. فهشوفوا القيمة اللي في النص هتبه سبعة. يبقى الميدين هيبه سبعة. يبقى هنا جايب للمين? المين هنا هيبه بكم? هيبه بانين وعشرين. والميدين هيبه بسبعة. جايب لي برضو اه اكزامبل تاني. اه مجموعة من القيم بتمثل كام بتمثل هو لعشرين شخص. وعايز نحسبه. عايز عايز نحسب المود. المود دي القيمة المتكررة. لو جيت بسيط على القيم دي هلاقي اكتر الكيمة متكررة هتبه الخمسة وسبعين. فالمود هنا هيبه كام? هيبه خمسة وسبعين. نجا ده كترة كده على المسال اللي بعد كده هم دينا مجموعة من القيمة هم ديلي كام ستة واثناشر وستة واثنين وسبعتاشر وحداشر وستة وتلاتة واحد عشر وخمسة. انا رتبتها هنا ترتيبتها صعودي. آآ بيقول يبقى يبقى عندنا اتنين وتلاتة وخمسة وتلات ستات وبعد كده احداشر واثناشر وسبعتاشر واحد وعشرين. بيقول هنا اي واحدة فيهم من الاجابات اللي عندي اللي هيا الاختيارات دي هي اللي صاح. المين بتسعة و تمانية من عشرة. ولا الموت بواحد وعشرين ولا Vice-23. او المين اللي هي الاخيرة. هالمفروض الاجابة الصح الي هتبقى الاخيرة. تمام هنجي نقول احنا جبناها ساية و هنستبعد كده في الاجابات الموت اللي عندي هي القميل متكرر، القميل متكررا مش الواحد وعشرين، قميل متكررة الستة. المفروض الموت هنا هيبهه ستة. الرنج المفروض عندي اكبر rq ناقص اصغر رقم. اكبر رقم عندي واحد وعشرين. واصغر رقم عندي اتنين. فلو طرحتهم من بعد الرنج المفروض هيطلع بتسعتاشر مش بتلاتة عشرين. فبتالي دي قلق. المين بقى هنجي نحسبه عن طريق اللي انا بجيب مجموع القيم دي على عددهم. فبجمع كل القيم اللي عندي دي واسمهم على عددهم اللي كام عددهم عشرة. فانا آآ جبت عددهم جامعتهم كلهم مع بعض واسمت على عشرة. هيتلع لي كام? هيتلع للاختيار الاخير اللي هو تمانية وتسعة من عشر. ننجل بعد كده احنا اخذنا دلوقتي البرزنتيشن بتاع بتاع الداتا في شكل ماسيماتيكا. ممكن نعمل البرزنتيشن للداتا دي بس بيكون ايه? عن طريق مسلا جراف او او تايبل زي يعني. عن طريق ايه? عن طريق دلوقتي اللي الداتا احنا قلنا اسمناها ايه? الى كوانتاتف وكوالتاتف. فالكوالتاتف داتا بمثلها ازاي? بمثلها عن طريق اللي انا ممكن استخدم سيمبل تابل سيمبل تابل زي اللي انا بيكون عندي جدول. مسلا بيكون عندي الجندر يعني ميل وفي ميل مسلا. الميل مسلا عددهم كزا والفي ميل عددهم كزا. ده اسمه سيمبل تابل. البرشارت البرشارت بيكون الشكله ازاي? بيكون عندي مسلا عندي المفروض. ادي محور سين ومحور صادي مسلا والمفروض ده بمثله في شكل ايه? في شكل كولمز. بس الكولمز بتكون بعيدة عن بعض. زي ده مسلا ايه? احنا قلنا هتبقى مثلا ده الميل مثلا ده الاي الكرت. الشارط باي شابه اي شبه الفطيرة كده. يعني او دايرة كده تمام مثلا قلنا لنسبة الكل مثلا ايه چاها اوربعة فرمية مثلا هنا افطارد يعنى نسبة خمسة واربعين فرمية مثلا يعنى اي ارقام يعني المهم اللي هو بيكون بيكون شبه الفطيرة. كiverse ويكون متقسمة يعنى. هو هو نحن نجيه هنا بالنسبة لأي للقواليتيتي فدا تا بنسبة للكوانتا تا تف داتا بمثلها ازاي? القوانتا تيف داتا المفروض بمثلها ازاي اللي هي اعداد او ارقام عن طريق حاجة لا اسمها اي اسمها تكش المغارب اللي هو الجزع والورقة الجزع والورقة ازاي يعني يعني هو Bin ايه بيديني مجموعه من الارقام بيحدد لا بيحدد الحاجة لا حاجة اسمها الستيموتز. الستموتز مسلا لو اعتبرته مسلا عندي مثلا difficulty يعني اعتبرته عشرة وكان ما حديد للستيم وهي شيء اسمها الليف واحتبر العشرات يعني مسلا لو جاب لي عدد الكاس المسلا هنا قال لي مسلا الكاس عددهم تلاتة وكنيلا كات備 لتنين وكنيلا هنا مسلا اه تسعة تمانية تمانية يعني ما نكتب لانا عندي تلاتة كاس اعمارهمogenous المفروض التسيم وتس عشرة يعني هزود عاليستيم ده عشرة يبقى في العشرونيات تعالى التالت حالات دولار في العشرونيات وهاجي هنا اعتبر الليب ده احد والستيم ده عشرات فبالتالي يبقى اول حالة عندها كام عندها تسعة وعشرين سنة تالي حالة تمانية وعشرين سنة تالت حالة آآ تمانية وعشرين سنة برضو تمام ده معنى الليستيم اندليه بعد كده بيقول لي حاجة اسمها الريكونسي تابول يعني بدل يعني باستخدم ايه باستخدم كلاسز يعني ايه يعني دلوقتي بعمل تابول وبحدد مثلا الاعمار بتاعت الاشخاص دولت مثلا في رنجي يعني مثلا ايه عندي ادت تابول اهو عندي وبحدد هنا العمر بحدد مثلا اهبدأ مثلا معايا من احداشر لعشرين اللي بعده مثلا من واحد عشرين الى تلاتين وهكزي يعني انا بحدد ايه بحدد رنجي عندي تمام يبدا ده اسمه ده اسمه الفريكونسي تابول اما الهيستوجرام ده عبره عن ايه ده عبره عن اه رسم بياني مسلا برسمه بس الفرق هنا اللي الكولم زي بتكون لازقا في بعض يعني هنا ادي كولم ودي كولم بس بكونوا لازقين في بعض ده معنى ايه ده معنى الهيستوجرام الهيستوجرام هنا لو خطت النقطة لو حطيت نقطة هنا في النص بين كل ايبكس عندي وبعد كده وصلتهم في بعض مسلا ده يطلع للفريكونسي برجون نرسم الرسمة واضحة يبقى لو انا حطيت نقطة على الايبكس بتاع كل هيستوجرام ووصلتهم في بعض بسميه حاجة اسمه الفريكونسي برجون يبقى نعده تاني السلايد ده احنا بنمثل الكواليتاتف داتا عن طريقه ياما سيمبل تابول ياما البارت شارت ياما بايت شارت ياما الكلاستر بارت شارت اما الكوانتوتاتف بمثلها بحاجة لاستيم اندليف يعني ايه استيم اندليف يعني الجزع والورقة اه وبعد كده الفريكونسي تابول او الهيستوجرام او الفريكونسي برجون وعرفنا شكل كل واحد فيهم تمام هنطبق مع بعض يتكاتر كده على الجزء بتاع البرزنتيشن اه بتاع الداتا اللي هو خاص ايه خاص بالتابل سوبرجرامز هنجي نبص مع بعض كده على اول فجر عندي هلا ايه هلا ايه اسمه ايه اسمه البوكس اندوسكر واحنا ايه عرفنا ايه عرفنا البوكس اندوسكر ده البيانات اللي موجودة على ايه وكده بس هنعدها مع بعض بسرعة الخط اللي هو الهوريزونتل اللي في النص ده ده بسمي ايه الميدين الميدين ده بيكون رقم المفروض ايه المفروض الميدين ده عنده بقسم الداتا اللي فوقية بتكون خمسين في المية ولتحت ايه خمسين في المية واللي تحته بتكون خمسين في المية يبقى الميدين ده بيعبر عنه برقم فوقه بيقسم لي المفروض ده بيقسمهولي الى خمسين في المية فوق وخمسين في المية تحت عندي الجزء اللي هو الصندوق ده يعني الطرفة بتاع الصندوق اللي فوق ده والطرف اللي تحت الطرف اللي فوق بسميه upper quartile طرف التحت هتسميه lower quartile الصندوق ده بيعبر عن ايه الصندوق ككله كله ده عبر عن 50% من observation بيعبر عن حاجة اسمه under quartile range اللي فوق ده ده بسميه maximum اللي تحت ده بسميه minimum ده بسميه box and oscar الثاني حاجة اسميه the scatter diagram المفروض لو انا عندي two continuous data عشان اعمل لهم ايه عشان اعمل لهم ايه امثلهم او كده باستخدم ايه باستخدم باستخدم the scatter blood يعني ايه scatter blood ده عبارة عن dots دوتس دي المفروض ايه لو لقيت دوتس دي قريبة من بعض وعرفت اللي انا اعمل imaginary line اللي هو خط وهم يعني عشان اشوف ايه المفروض الفجر ده باستخدمه ايه باستخدمه عشان اشوف هل فيه relation ما بين two variables ولا لا يبا باستخدم الاستخدار ده عشان اشوف فيه relation ما بين two variables ولا لا لو عرفت اللي انا يعني ارسم imaginary line او لقيت النقط ديت متقربة من بعضها وعرفت اقام ارسم imaginary line يبديه على طول فيه relation لو ما عرفتش يبديه على طول نور relation لو بيكون بيحدد لبردو العلاقة دي هل هي العلاقة دي ترضية ترضية يعني ايه يعني بتبقى طلع من الصفر وطلع الفوه هل هي العلاقة دي عكسية المفروض هي المفروض هي نازلة للصفر تمام ده العلاقة العكسية نجل تالت تالت فيجر معانا ده اسمه ايه ده بسميه الهيستوجرام قلت ليه عليه الهيستوجرام لاني لقيت الكولمز قريبة من بعض هنا يبدأ ايه يبدأ ايه يبدأ هيستوجرام والاخير ده برضو عندي ايه عندي حاجة اسمه box and whisker نجل نجي نجاوب على الاسئلة اللي جاية دي هي هنجاوب عليها بطرق اوفوس بيقول لي زا هوريزونتال line اللي موجود في البوكس باول واحدة هتكون ايه هتكون الاجابة بتاعتها صح تمام اللي هو في الفجر رقم اتنين ده باستخدمه عشان ايه هيعمل البرزنتشن للداتا when we are interested in examining the relation between two quantitative variables هتبقى الاجابة صح احنا قلنا اللي احنا بنرسم خط وهمي لو لقيت في الخط الواهمي ده عرفت ارسمه يبقى فيه relation لو ما عرفتش ارسمه او لقيت دي متى بعدة عن بعض يبقى دي ما فيش relation تمام بيقول لك زا هستوجرام في فيجر تلاتة فيجر تلاتة اللي هو ده بيقول لي يعني منحرف ناحية لي من ولا لا يعني دلوقتي لو انا جيت هحس اللي انا هسلم على الكولمز دي بادي اليمية فبالتالي ده منحرفة ناحية اليمية وما ده هي فبالتالي المين بيكون اكبر من الميديا تمام يا بالاجابة هنا بتكون ايه بتكون صح ماشي بيقول لي هنا ايه في السؤال اللي بعده بيقول لي ازا بوكس بلوت في فيجر رقم الاربع اللي هو فيجر الرقم الاربع ده بيقول لي هال الداتا اللي موجودة في ده احنا احنا ممكن نستخدم من بوكس عند ويسكر ده عشان اقرر ما بين اكتر من جروب من شرط جروب واحد تمام فبقل لي لنا عندي تلاتة كروبس هال الدلات بيكون نور مالي ديستريبيوتر ولا لا انا بحدد هو نور مالي ديستريبيوتر ولا لا عن طريقه عن طريق الميديا لو لقيت الميديا مسلا الارقام في تلاتة دولات متقربة من بعد يبدأ بيكون نور مالي دستريبيوتر هلاقي عندي مثلا ايه الميديان هنا مدهولي برقم والرقم اللي بعده في الجروب اللي بعده بيكون برضو متقرب منه. فمدام لقيت الارقام متقربة من بعض. آآ هيبقى هيبقى نورمال بيقول لفجر رقم واحد. فيجر رقم واحد اللي هو البوكس اند ويسكر. از ابروبرو الديستربيوشن فون كنتينواز داتا. طبعا باستخدمه كنتينواز داتا. اصلا الميديان عشان احدده بحدده برقم. فبالتالي باستخدمه عادل كنتينواز داتا الجوز معنا في الت complain اللي هو بعدينوان ايه عنوان. سيت انا المفروض عشان اعرف المفروض عن خطير انا المفروض مسلا انا هفترض المسال اللي انا باستخدم مسلا عشان شخص باستخد lift باستخدام تمافي بالنسبب اللي عبارة عن الجلد 열리 ستاندرر ده اللي هيطلع للشخص مسلا لو عنده هيتش سي سي هيطلع لي لو شخص ده عندوش اتش سي سي هيطلع لي نيجاتف تمام? فانا دلوقتي انا عايز استخدم مركر مسلا معين استخدمه كبديل للجولد ستاندر واشوف هل اقدر استخدمه ولا لا? فانا جبت عندي مسلا جبت عندي متعيان. وانا متأكدا للمتعيان دولت بمسلا اتاكدت في البيبس اللي هم عندهم دي سيز عندهم اللي هو الاي? الاتش سي سي. فانا هعمل لهم التست الجديد ده. واشوف التست الجديد اللي انا عاوز قرنه بالجولد ستاندر وليكن مسلا هيطلع لي لتسعين في المية او تسعين شخص من المية دولت طلعهم لي بوزيتف. يعني الاشخاص دولت عندهم عندهم مراد. ماشي? واما بقى العشرة في المية التانين او العشرة اللي بقين دولت اللي فضلين هو طلعهم لي ايه? هما طلعهم لي اصلا ايه? طلعهم لي فوص نيجاتف معين الاشخاص دولت عندهم الدي سيز بالجولد ستاندر. تمام? فدلوقتي ده بطلق مصطلح على الجزء ايه اللي هو الشخص يكون بشوف عنده طلع عنده فعلا فاقلت عليه بوزيتف بسميه حاجة اسمها المضافة سنستيفتي يعني مدى حساسية الشخص ده اللي انا اقدر اقول ايه اقول الشخص ده دي سيز ولا لا بس بالتستج دي تمام? بحسب إزاي السينستيفي باجيبها سينستيفتي باجيبها عن طريقة عن طريق اللي انا بحسب باجيب اللي هو بوزيتف اللي طلعهم بالتستج دي على دولت زائد الفولس نيجاتف يبقى انا عارفت كده اللي انا باستخدم ده باستخدمه امتى لما الشخص يكون دي سيزد عنده المرض وعايز اشوف الشخص ده بوزوتيف ولا نيجاتيف تمام وقرن ايه وقرن الجديد ده بيه الجولد ستاندر اللي عندي نجل تاني مصطلح معانا اه بيقول ايه بيقول دلوقتي لو انا جيبت مثلا متة عيان المتة عيان دولار مسلا فري ما عندوش اي مرض ده بالجولد ستاندر تمام يعني انا جيبت دلوقتي المتة عيان دولار بيكونو فري من الدسيز ما عندهم اي دسيز بالجولد ستاندر وانا جاي مسلا جبت التست الجديد اللي انا عايز اقرن Lou ده وعايز اجربوه what she say هل هيطلع للنتيجة هيا هيطلع لقد ام院 الناس اللي هما المفروض نورمل بالجولد ستاندر دي هيطلعون هيطلع هم لي تمام? فدلواتي انا جربت التست وعملته تيست جديد ده فطلع علي فطلع له حوالي كم؟ حوالي تمانين شخص من المية دولار بيكونوا ايه? بيكونوا ترولي لي جاتي. اما العشرين في المية اللي بقايين بيكونوا ايه؟ بيكونوا فالس فالس فالتالي. ما دام تيست الجديد مطلع هم لي مطلع هم لي ني جاتي فبسمع ايه فبسمع حاجة اسمها ايه? يعني اي سباسيس اسباسي يعني ايه يعني مدى دقة التست ده اللي يطلع العينين اللي عندي دولت نيجاتيب فهنقول مع بعض كده المصطلحين دولت خاص بيه الشخص اللي بيكون ايه بيكون ديسيزد او بيكون ايه بيكون عنده المرض بوزوتف ماشي اما الاسباسي فيتي ده خاصة بالشخص اللي يكون ايه نيجاتيب او فري او نورمال كل لما تكون عندي السنسيتيفتي بتكون اعلى. كل لما الفول سينجاتيب بيirse تغنل فبالتالي بيكون التست ده احسن لان القيم بتاعته بتكون قريبة ليه الجلدو ستندر. يبا احنا كده اخذنا مصطلحين السنسيتيفتي وال reviewers تالت مصطلح معانا حاجة اسمها narrative prediction value يعني ايه narrative prediction value او positive prediction value. هنبدأ مع بعض كده بالبوزطف في رد tú�를 يعني البيزات في ردكة باليو انhy بجيب مجموعة من الناس واعملهم مسكرينيك و jokaست دولة مسلا وطلعيه وطلعه بوزطف بشوف احتمالي تقدي ايه من الاشخاص اللي هما بوزه في دولة يكون عندهم الفعلاe تمام اما النيجاتف في الامانيجة فاليو المفروض اللي انا بجيب مجموعة من الاشخاص برضو واعملهم واعملهم لهم ومسلا طلعوا نيجاتف فبشوف احتمالية الاشخاص اللي طلعوا نيجاتف دولت بشوف احتمالية اللي يكون ما عندهمش المرض اداءه تمام يبقى احنا كده اخدنا اربع اربع مصطلحات عندي البوزوتف بريديكتفاليو نيجاتف بريديكتفاليو سنستيفتي ولسباسيفتي هنقوله القوانين بتاعتهم كلهم مع بعض. عندي البوزوتف البوزوتف بريديكتفاليو بتساوي ايه? بتساوي اللي هما true positive على كل البوزوتيف بقى سواء كان true او false true positive زائد false positive اما negative predicted value بتساوي ايه بتساوي كل true negative على true negative زائد false negative بحنا كده عرفنا الاربع قوانين هنقول مع بعض مثالين وهنقول هلحلل الامثالة ازاي اللي هتجي لنا في الامتعان تمام هنحلل مع بعض ايدا كتر المسالين موجودين عندنا في في ال data بس قبل ما نحلل هنرسم مع بعض كده جدول الجدول ده عندي ايه هكتب فوق هنا الجولد ستاندر وهنا ال new test اللي هو هيطلع للقيمة ايه ما بوزوتيف ياما نيجاتيف وهكتب هنا بوزوتيف وهكتب هنا نيجاتيف وهنا الاشخاص الديسيزد وهنا الانديسيزد هنقرأ كده مع بعض ايه مع بعض الكاس اللي جابها اللي بيقول لي اتوتا القف آآ الف ميتين واربعة وثلاثين بيشان تنوقع ن الندو هاب одинسيز يعني بيقول لي بالجولد ستاندر حوالي كام حوالي الف ميتين واربعة وثلاثين شخص عندهم دسيز فهنا بالجولد ستاندر الاشخاص الديسيزد كلهم كام عددهم كلهم كام عددهم الف ميتين اربعة وتلاتين بيقول لي وير تستي付 النيو ديجنوستك تست استخدمت ديجنوستك تست جديد فطلع لي للي حوالي كام خمسمية سبعة وستين باشان. فالبزيتف هنا هو عندهم هايبو كام خمسمية? سبعة وستين. آآ وبعد كده بيقول channels دا بيقول الليチャوالي كام الف متين اربعة و تلاتين شخص برضو وزاوز زا دي يعني ما عندهمش المرض برضو اختبرتهم يبقى بالجلد استندر لكن اشخاص اللي عندهمش المرض كام الف متين اربعة و تلاتين بيقول لي لانا استخدمت التست الجديدة طلع لي كام طلع للاشخاص اللي هم الي هما transfوم نيجاتيب كام الف الف مية خمسة واربعين. دلوقتي هجيب ايه هجيب بقى الاشخاص الي هما الفولس نيجاتفي عن طريق لا أنا هطرح كام هطرح الي هما ال الف ميتين واربعة وتلاتين. كيم نايس اللي هما اللي هما خمسمية سبعة وستين هيطلع لل نيجاتف كام. هطلع للنيجاتف عبارة عن كام عبارة عن ستمية سبعة وستين. دول كام دول يا فلس transactionsene اما الاشخاص اللي هما احنا قلنا ايه? لاشخاص اللي هما ما عندهمش المرض كام? الف متين اربعة وتلاتية. عشان اجيب الفلس فبطرح كام? فبطرح اللي هما طرو الهما الف مية واصفذ بناقصهم من كم؟ بنقصهم من الالف متين اربعة وتلاتين. فهيطلعوا لي كام? هيطلعوا لي تسعة وتمانية. تمام كده احنا كده عملنا الجدول بتاع. اه المفروض المفروض احنا برضه كنا بنرمز لهم باي? بنرمز مسلا الاشخاص اللي هما true positive كنا بنرمز لهم باي والاشخاص اللي هما بيكونوا false negative بنرمز لهم بسي تحت هن والاشخاص مثلا بيكونوا false positive برمز لهم ببي والاشخاص اللي بيكون true negative بنرمز لهم بدي هنبدأ نحل احنا كده طلعنا المعطيات عندي هنبدأ بقى نحل المسائل عندي هنبدأ نحسب عندي الاربع الاربع قوانين اللي هما sensitivity اول حاجة معاني السنستيفيت هنحسب هزاي بنجيب true positive على true positive زائد false negative ماشي يعني عندي ايه يعني عندي بس انستيفتي بتسوي كم بتسوي true positive كاتب لي كم كاتب لي 500 67 على true positive اللي هما 576 زائد false negative بكام ستمية سبعة وستين واحسبها بقى بالقال الحسبة ويطلع لاناتي كام هتلع لي واضربهم بعد كده في مية هيتلع كام هيتلع خمسة واربعين وتسعة من عشرة في المية هنجي نحسب مع بعض البيت بتسوي ايه بتسوي true negative على true negative زائد الفولس بوزيتف هنعوض كده بالقائم اللي عندي فوق الترو نيجاتف عندي بكام هتبقى الف مية مية خمسة واربعين على true negative اللي هي الف مية خمسة واربعين زائد الفولس بوزيتف اللي هما كام هتبقى تسعة وتمانين واطلع الرقم بقى بتاع هيطلع بكام هيطلع بي تنين وتسعين وتمانية من عشر هنجي بعد كده هنحسب البوزيتف بريديكتد فاليو بتسوي ايه true positive كلهم على true positive زائد الفولس بوزيتف هنعوض كده الترو بوزيتف عندي بكام الترو بوزيتف عندي بخمسمية سبعة وستين الترو بوزيتف دولت خمسمية سبعة وستين زائد الفولس بوزيتف اللي هما كام تسعة وتمانين واطلع بقى الرقم المفروض هضربه في مية واطلع الرقم بقى هيطلع بكام هيطلع بستة وتمانين واربع من عشرة في المية نجي بعد كده نحسب البريديكتد فاليو البريديكتد فاليو بتسوي ايه بتسوي اللي الترو نيجاتف كلهم الترو نيجاتف اللي طلعوا لي يعني بالتست على الترو نيجاتف زائد الفولس نيجاتف هنعوض عنها كده الترو نيجاتف بتسوي كام الف مية مية خمسة واربعين على الترو نيجاتف الف مية خمسة واربعين زائد الفولس نيجاتف بكام ستمية سبعة وستين وطلع واضرب في مية بعدها واطلع بقى الرقم هيطلع لي كام هيطلع لي تلاتة وستين وتنم من عشرة نجلت هنمسال معنا ايدا كاترة هو مشكورة اهو عمل لنا الجدول هنبدأ نحل مع بعض هنحسب يعني نحسب السنساتيفتي والسبسيفتي والبوزوتف بريديكتف فاليو والنيجاتف بريديكتف فاليو هو جايب لت جايب للجدول اهو بس لازم اخد بالي لازم اخد هنا اخد بالي لكاتب لي هنا دي سيز وكاتب لي هنا نوت دي سيز لان ممكن يبدل يكتب لي فوق مسلا ونيجاتف ماشي في اخد بالي في الامتحان هلا هو كاتب لي هنا دي سيز ونول دي سيز ولا كاتب لي بوزوتف ونيجاتف ماشي فنبدأ نحسب اول حاجة السنساتيفتي بتساوي ايه هناخده العمود ده تمام سنساتيفتي بتساوي اللي هم على ايه زائد سي اللي يكام الاب كام تلتمية تسعة وستين زائد الايه تحتها تحت هتبه بكام تلتمية تسعة وستين زائد السي بخمستاشر وطلحها هتطلع بكام هتطلع هتطلع بيه المفروض هضربها يعني بمية هتطلع بيعتبر بكام بستة بستة وتسعين في المية ماشي ده بالنسبة ليه نيجي التاني مطلوب معانا اللي هو اللي هو بتساوي ايه بتساوي هناخد الكلم التاني الاشخاص اللي هم بيكونوا بس ايه بس بس هعمل ايه هتبه دي هتساوي دي على دي زائد بي تمام فهنجي نعوض عنها هنا بتدي لهم الاشخاص اللي بيكونوا هي بتكون على زائد فول سو بوزوتف كام هتبه خمسمية تمانية وخمسين على الخمسمية تمانية وخمسين دولار زائد الفول سو بمدهم لي بكام بتمانية وخمسين واحسبهم مطلع على الرقم واضربه في مية ماشي مطلعه لي هنا بكام مطلعها لي بيعتبر تسعين في المية يعني نيجي التالت مطلوب معانا البوزوتف بريديكتد فالي بوزوتف بريديكتد فاليو باخد ايه باخد الجزء ده اللي هو ايه البوزوتف بريديكتد فاليو بتساوي ايه على ايه زائد بي اللي هما الاشخاص اللي بيكون ترو بوزوتف على ترو بوزوتف زائد الفول سو بوزوتف الاشخاص البوزوتف كله الايه هتبه بكام قلنا تلتمية تسعة تسعة وستين على تلتمية تسعة وستين زائد زائد كام زائد اللي هما الاشخاص اللي بيكون فول سو بوزوتف تمانية وخمسين. وطلع الرقم واضربه في مية. تمام? هتطلع البوزوتف بريديكتد فاليو بكام? لو ضربت الرقم ده في مية هتطلع به ستة وتمانين واربعة من عشرة في المية. نجي الاخر مطلوب معنا اللي هو النجاتب بريديكتد فاليو. هناخد ايه? هناخد الكولم الجزء اللي تحت ده. اللي هو ايه? النجاتب بريديكتد فاليو بيساوي ايه? بيساوي دي على دي زائد سي. هنعوض بقى. النجاتب بريديكتد فاليو. هتساوي كام? هتساوي احنا قلنا دي هيبكام خمسمية تمانية وخمسين. على خمسمية تمانية وخمسين زائد خمستاشر. هتطلع بكام? هتطلع الرقم والرقم ده اضربه في كام? اضربه في مية. تلع لي هنا مطلعه لهو بكام? هضرب هنا مثلا في مية. فهيطلع لي بكام? هيتطلع لي اعتبر بسبعة وتسعين واربعة من عشر. وبكده ده كاترة هنكون وخلصنا جزء التوتوريال بتاعنا. آآ اسفة يعني اللي انا طوضت عليكم كده. آآ واتمنى يعني تسامحوني يعني في اي تأثير. وآآ ما تنسوش تدعو الزمانينا اللي توفهم الله بالرحمة والمغفرة. وتدعو الوالد زميلاتنا هرينيات وما تنسونيش من دعاكم.